الله أكبر الله أكبر الله أكبر أسعد عن لا إله إلا الله 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 هيا على الصلاة 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله ها هي العشر الأواخر من رمضان قد بدأت وهي عصارة رمضان وخلاصتها وتاجها ولبها بل إنها أجل أيامه وأخيرها بل أقول هي زبدته وثمرته وموضع الذؤابة منه وهي ليال معدودات وساعات محدودات وستنصرم وترحل وستنقضي إنقذاء الحلم تذكروا أنها عشر ليال فقط وستمر كطيف زائر في المنام وستنقضي صريعا وتغادرنا كلمح البصر تذكروا أنها لن تعود إلا بعد عام كامل ولا ندري على من ستعود ومن ستزور ولا ندري ما الله صانع في العام القادم تذكروا أن من أهل هذه العشر من لا يكون من أهلها في العام القادم أطال الله في أعمارنا وبارك فيها على طاعته وهذه سنة الله في خلقه إنك ميت وإنهم ميتون تذكروا أن غدا توفى النفوس ما كسبت ويحسد الزارعون ما زرعوا فإنهم أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا فيا متهاونا إلى متى التهاون ويا نائما متى تستيقذ يا شاردًا ويا راقدًا متى هذا الرقاد يا بعيدًا إلى متى ستذلُّ هذا البُعد إن لم تغتنِموا هذه الأيام الفاضلات الطيبات الكريمات فأي موسمٍ ستغتنِم عباد الله قالت عيشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره وعنها عيدًا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلِتُ العشرين بصلاةٍ ونوم فإذا كان العشر شمَّرًا وشدَّ المئذرًا وأيقَدْ أحلى جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنًا الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن على أثره مقتفى أيها الصائمون اقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم واجتهدوا في هذه الليالي العشر بأنواع الطاعات من صلاةٍ والتلاوةٍ للقرآن وذكرٍ وصدقةٍ ودعاء وفرِّغوا أنفسكم في هذه العشر للأعمال الصالحات وشدُّ المئذر وأحيوا ليلكم بطاعة الله وعلموا رحمكم الله أن من خسائث هذه العشر من رمضان أن فيها ليلة القدر والتي قال الله فيها أعوذ بالله من شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلامٌ هي حتى مطلع الفجر وقال عنها رسولكم صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومُ جَعَلَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِمَّنْ يُوَفِقُونَ لِقِيَامِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ اللَّهُمَّ اَكْتُبْنَا مِنْ اُتَقَائِكَ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ اَكْتُبْنَا مِنْ اُتَقَائِكَ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا صِيَامَنَا وَقِيَامَنَا وَرُكُوعَنَا وَسُجُودَنَا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا زَلَّاتِنَا وَكَفِرْ أَنَّا سَيِّئَاتِنَا اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا التباءة وأرنا الباطل باطلا وارزقنا التناب اللهم عز الإسلام والمسلمين وعزل شرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وكثرة زنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وهجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إليك أنت يا رب العالمين بك اللهم نستنصر على أنفسنا وعلى أعدائنا فانصرنا يا رب العالمين وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وقنا عذاب المشتكى إليك وقنا عذاب المشتكى إليك وقنا عذاب المشتكى إليك وقنا عذاب المشتكى إليك ترجمة نانسان 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 اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 لماذا يرانا تذكر؟ ف Saan ي Storage لن يجعك أكثر وراء مبكة يصبح يصبح أحفا وعندما يزشر تلمين هل يطلقين أكثر من سجل في أصدقاء فأولاد وجدنا تذكر المسؤولة ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسية 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 نانسية ترجمة 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 نانسية